اشتركوا في القناة تمضي المملكة المغربية الشقيقة قدما في مسيرة نمائها وتطورها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي قاد بلاده منذ تسلمه الحكم إلى مصاف الدول المتقدمة على الأصعدات كافة فعلى الصعيد السياسي شهد المغرب في عهد الملك محمد السادس تقدما وتطورا في سياستها الخارجية وانفهتاحها على العالم الخارجي وتفاعلها مع قضايا المنطقة وذلك من خلال زيارات جلالته لمختلف دول العالم لإقامة العلاقات الأخوية والتعاون ومجابهة مختلف التحديات التي تواجه الدول أما على الصعيد الاقتصادي عاش المغرب في ظل قيادة ملكها نقلة نوعية لاقتصادها وذلك من خلال تجشين العديد من المشاريع لتحسين الاقتصاد المغربي وزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول وجذب الاستثمارات العالمية ومن أبرز هذه المشاريع مشروع المركب المينائي طنجميد والقطار فائق السرعة مما جعل السياحة تزدهر في البلاد كما حرص العاهل المغربي منذ توليه العهد على عمل العديد من الإصلاحات في البلاد وأهمها الإصلاح الدستوري والذي يعد نموذجا للدستور الديمقراطي المتميز وإطلاق ورشات اقتصادية في البلاد التي تختص بتحسين البنى التحتية للمطارات والموانئ وغيرها إلى جانب عمل إصلاحات في الجانب الديني لترسيخ مفهوم الاعتدال والتسامح وإطلاق مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي تهتم بتعليم مختلف فئات المجتمع وحماية الطفولة والمقارب المقاطنين في الخارج كذلك أولى ملك المغرب عناية خاصة بحقوق المرأة بجانب الاهتمام بالمشاريع التي تخص الكهرباء حيث تم إنشاء محطة نور لإنتاج الكهرباء وهي من أكبر محطات الكهرباء في العالم نهيك عن الاهتمام بمجال الشباب والرياضة والأمن والدفاع لتواصل بذلك المملكة المغربية مسيرتها الحافلة نحو التطور والاستهار في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر